هبدأ من حيث ما انتهيت في هذه المقدمة وهو الانجاز انا في رأيي او يعني رأيي الكثيرين انه انجاز ان احنا نوصل لهذه المرحلة العظيمة في كأس الأهم الأفريقية نوصل للمباراة انها هي ويبقى بيدنا او بيد ربنا التوفيق او من عدمه وده اللي حصل يمكن في المباراة نهاية بس على مدار البطولة كنا كشعب مصري مبسوطين وفخورين بهذه البعثة بهذا المنتخب بكل تفاصيل احكيلي انت حاليا كنت عايش في كل هذه التفاصيل اسيب له حضرتك المساحة الكاملة عشان تقول للناس ازاي عاشتوا ايام سعيدة وعظيمة وصعوبات كثيرة من منبارك هنا بقول ان الجيل اللي كان موجود وقعدت معهم 32 يوم دول من اعظم الاجيال اللي موجودة تحس انهم اسرة واحدة تحس انهم قائد هو احسن لعب في العالم محمد صلاح برغب ان هو احسن لعب في العالم لكن هو احسن قائد فريق كلهم على حب وعلى قلب رجل واحد معهم جهاز فني انا بعتبر كرش ده من احسن المدربين لان انا عاشرته بيشتغل 18 ساعة في اليوم لا يطرق كبيرة ولا صغيرة بكل حب مع الجهاز بتاعه متعاون جدا احنا لما سافرنا كانت الصدمة الاولى كانت مباراة ناجرية وفعلا يعني احنا لا اداء ولا نتيجة صحيح والجميل ان الولاد والجهاز الفني اعتبروا نفسهم مقصرين وهم دلما تحس في المباراة تحس انهم بدأوا يلعبوا من الدقيقة ستين يعني عندهم صحيح وهم في الاجتماع اللي تاني يوم المباراة كان في الجهاز الفني واللعيبة تعهدوا على ان نسيان مباراة نجيريا وان هما هيحققوا شيء ومنساش كروش قال انا جيت البطولة دي عشان العب سبع مباراة لما تحسبهم تعرف ان هيلعب النهائي وقدينا ماتش غينيا وماتش السودان وصلنا لدول 16 وقالوا ان شاء الله هنكسب كوندفور ولو كسبنا كوندفور هنلعب النهائي بالرغم ان القرعة طبعا صعبة لانك قابلت تعتبر لعبت اربع نهائيات خمسة كمان لانت مع مباراة نجيريا نجيريا كوندفور والمغرب والكاميرون والسنغال خمس مباراة مع المنتخبات المسنفة تصنيف اول في الكار من سبع مباراة الحملة كان شديد على الولاد لعبوا ماتشط وقت اضافي اربع مباراة كان انك لعبت ماتش زيادة رحلات طيران اتقلنا اربع رحلات طيران وانت عارف ارهاق الطيران والسفر طبعا ولكن الولاد كان عندهم تصنيف اسباط يعني في اول خمس دقايق اكرم وبعد وبالفتوح واحجازي اول مباراة كمان بتلعب من غير عمر السلام كانش لسا ريجا انا بقدلهم التحية العسكرية لان دول فعلا حسيت ان دول ولاد مصر التفوا تحت حاجة واحدة بس علم مصر ومنساش الدور الرائع للجماهير المصرية وحزب مستقبل الوطن وبرزنتيشن اللي نقله حسينا ان احنا بنلعب في مصر صحيح تشجيعهم ازرة غير عادية والبرقية والدعم للسيد الرئيس الجمهورية كان ليه تأثير غير عادي طبعا مجلس دارة الاتحاد اللي بالرغم ان هما سافرنا الانتخابات وتاني يوم الصفر كان داعم كامل جدا للعيبة وللجهاز الفني وانا لما كنت هناك كلهم على اتصال بيامل اول استاذ جمال علام خالد بيلة دارندالي اللي حصلني بعد كده بعد مطشق كوندو فوار وكابتن حازم امام وكابتن براكات والاستاذ ابو الوفا والاستاذ دكتور اهاب والكابتن عامر حسين والاستاذ دينا الرفاعي اتصالات يومية بيال اللي اطمقنانا على البعثة وغفروا كل شيء حتى لما كان يبقى نقص حاجة كانت الطيارة تجيب لنقصه الجيل دا جيل عظيم والتف كله تحت عالم مصر وانا احساسي ان الكرة المصرية بتعيش دلوقتي من ازع صرحة انا نسيت ان احنا نهني النادي الاهلي على فوزه ببرنزيد بطولة الاندية وده استمرار لبرده لان دول بلعبوا باسم مصر صحيح ورفعوا عالم مصر ومعدناش بنشوف انتماءات الاندية كل دلوقتي بتلعب الاندية ووجه التحية والشكر والعزيمة للعيبة نادي الزمالك اللي حولت هزيمتها من اتنين صفر لقتال لانهم ما يطلعوش مغلوبين لحد اخر ثانية هي دي الروح هي دي الجمهورية الجديدة تحس ان فيه روح ولازم اوجه الشكر والتقدير لربطة الاندية بلئاسة النائب احمد دياب الداعمة للكره المصرية احنا بنشوف دلوقتي دوري وانا بعتبر ان الدور المصري هو اقوى دوري في افريقيا واقوى دوري في المنطقة العربية انه يعني نجوم برا بتيجي تحترف في الدور المصري عشان تنطلق منه دوري منتظم هييفرز المنتخب كروش انا شايف انه فاتح الباب لأي لعب ايا كان بيلعب في اي نادي ويحس ان هو كويس هينضم المنتخب مصري وهي دي الروح الجديدة وهي دي السياسة اللي ان شاء الله لتطوير الكره المصري طيب